اشترك تار منين اهلا بيكم فيديو في السريع كده ناس كتير بتبعت تسألني اشترك تار منين والمكان الشرع يعني انا مش خبير يعني في المحلات بتاعة المدن بتاعتنا والبلاد بتاعتنا فانا مش هقدر افيد الناس اوي بس انا بفكر ان انا عامل حاجة انا سألت اصدقائي مهند المهدي واحمد الديب ودول فنانين من اصدقائي واحد منهم مقيم في القاهرة واحد منهم مقيم في الاسكندرية قلت له طيب دلوقتي لو واحد عايز يشتري جيتار في القاهرة وواحد عايز يشتري جيتار في اسكندرية يشتري منين فكانت فكرة حلوة يعني ان هم فعلا عملوا مجهود يعني انا بشكرهم في الفيديو ده وعت عليه والدولي اسامي محلات موجودة في القاهرة ومحلات موجودة او محل موجودة اسكندرية واحد كمان في المنصورة اللي يعرفوهم يعني. اه الكلام ده يا جماعة مش على مسؤولية اي حد. يعني كل واحد يعرف بس المحلات هي موجودة فين? وانت مسؤول عن الشرع منها. انا ما عرفش بتاعت الالات اللي موجودة هناك دي بس اه انا اصق في مهند وفي احمد ان هم ادوا لي الحاجات الكبيرة المشهورة. اللي هي فعلا انت هتلاقي حاجة عندها تقدر تبص عليها وتفكر لو كنت هتشتري منها. انا اتمنى ان كل واحد موجود في اي مدينة او اي عاصمة عربية يبعتلي يقول لي في العاصمة بتاعته او في المكان بتاعته او في المدينة بتاعته او في القرية بتاعته في موجود المحل الفلاني او المحل كذا بحيث اننا ممكن نزود الاتابيز ديت او الصفحة ديت وحنحطها على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك اللي هتلاقي اللينك بتاعها موجود تحت الفيديو اه بتاع الحلقة ديت. فطبعا لو وصلنا ان احنا نعمل موجود فيها المحلات ديت ولو حفتحت محلات جديدة نزود عليها ده هيسهل كتير جدا على الناس انت متخيل واحد كلنا كنا في الموقف دوت انت عايز تشتري الالة وما تعرفش حتى الاماكن اللي انت وتقدر تختار منها قالتك هتكون فين فده بيسهل شيء كبير جدا بالذات على اه اولادنا اللي في في مرحلة دراسية معينة في السنوي مسلا دول هيحتاجوا مسلا الناس توديهم وناس توريهم الاماكن ديت وتتكيب لهم الالات بتاعتهم فطبعا بيسهل لهم كتير جدا الموضوع دوت فياريت تفكروا في الموضوع ده وابعتلي رسلني على الصفحة بتاعتنا بتاعت الفيسبوك اللي موجودة تحت الفيديو دوت بحيس ان احنا فعلا نزود القيمة ديت واتمنى ان الاقي عليها كل مدينة عربية موجود فيها المحلات بتاعت الموسيقى والالات الموسيقية دي اول حاجة تاني حاجة ناس كتيرة بتبعت تسألني على فيديوهات اه اعمل الفيديوهات على حاجات انا عملت بالفعل عليها حاجة ممكن تسهل لهم الكلام ده واضح ان الناس ثقافة اليوتيوب لسه مش مش عارفين ندور عليها لان اليوتيوب مش مسهل برضو الموضوع على الناس يعني مش مش بسهولة الفيسبوك مسلا او مش بسهولة اه حاجات تانية كتير اليوتيوب زي ما احنا شايفين دلوقتي متقسم على الصفحة بتاعتي يعني هتلاقي في قوائم للفيديوهات دي مختلف عن الفيديوهات الفيديوهات دي هتجيب لك كل الفيديوهات صحيحة على بعضها القوائم ديت هتجيب لك موضوع موضوع وانا مقسم الفيديوهات بتاعتي المواضيع فالاساسيات تحت الاساسيات هتلاقي تحتاج حاجات كتير قوي زي مثلا تيونرز زي مثلا الميترونوم زي ازاي تستعمل ازاي تطبط اوتار جتارك ازاي تطبط جتارك ازاي تشتري جتار وبتعدي الحاجات تانية اللي هو التكنيكات الاساسية. ازاي يعمل تكنيك اساسية? لان ده مالوش تصنيف غير الاساسيات. يعني مقدرش حطه تحت كورس الارجي تين مفروض انك انت الحاجات التكنيك دي بتتعامل معها مع مدرس. وهو ده فعلا اللي بيحصل في القيمة دي. هتلاقي فيها كمان البدلات الاساسية بتاعت الجيتار. الاسوات بتاعتها. اسوات الجيتارات المختلفة مقارنة بينهم تسهل. لكن انت عايز تختار ايه? ففي حاجات كتيرة هتلاقيها تحت بند الاساسيات. بمعنى ادق اي حاجة ما لاهلهاش تصنيف عند القوايم التانية بتتحطي تحت الاساسيات حتى لو عملتها امبارح. اوكي? فدية هتلاقي تحت قيمة الاساسيات موضوعات عامة خاصة بالجيتار هتهم كل واحد من المبتدئ لحد المتقدم لحد المحترف. اه القوايم التانية هتلاقي في قيمة مثلا للار جي تي كورس الار جي تي اللي احنا بنعمله. قيمة كورس الار جي تي ديت هتلاقي اه تحتها كل الفايلات بتاعت الكورسات او الفيديوهات بتاعتنا بتاعت المبتاق مستوى التمهيدي مستوى الاول التاني وصلنا للتالت لحد دلوقتي فهتلاقي تحتها كل التصنيفات دي هتلاقي قيمة الارموني قيمة الارموني دي هتلاقي تحتها تروس الارموني بتاعتنا اللي ملاق يعني هي مكملة للار جي تي ومكملة لثقافتك الموسيقية بس ملاش تصنيف الا انها مادة هارموني فلازم هتلاقي تحت مادة الارموني الفيديوهات بتاعتها دي. فانت هتلاقي تحت كل قيمة من القوائم بتاعتنا بتاعت الفيديوهات. هتلاقي التصنيف بتاع القيمة دي بتقولك تحتها ايه? فانت هيسهلك البحث على القناة بتاعتنا وما تجيش تبقى تسأل فتقول انا عايزة فيديو على الحاجة بس انت ما تعرفش ان فيه فيديو فعلا انت عمل وكان ممكن تشوفه من وقت طويل وتوفر وقتك. حاجة تانية كمان السبسكريبشن. السبسكريبشن على القناة ما حيبش اطلبه من حد ولكن السبسكريبشن ده هيسهل لك ان مجرد ما انا هنزل فيديو بيقول لك اليوتيوب ان انا نزلت فيديو زيادة مش هتشوفه بالصدفة. فهو السبسكريبشن دوت هيفيدك انت في انك انت كل حاجة هديلك على طول بمجرد ما يجي الفيديو ينزل يعني وفيه ناس كمان بتحط آآ علامة الجارس ده يتعلم عليها بحيس ان ينبهك اليوتيوب ينبهك ان فيه فيديو جديد نزل على طول فانت ما 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 تفاجأش ان فيه حاجات نزلت انت مش عارف فقط اتمنى ان داي ساعاتكم ويفيدكم واشوفكم الحلقة الجاي اشتركوا في القناة